ومعنا من رام الله السيد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات أهلا بك معنا سيد الأعرج عبر شاشة الغد في هذه التغطية تتابع بكل تأكيد ما يجري في قطاع غزة تتابع التصريحات التي تخرج من المنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية المحلية العربية والدولية أيضا بداية هل يكفي التعبير عن القلق والإدانة لوقف هذا التصعيد سيد الأعرج بالتأكيد هذا غير كافي وإن كان مهما أن نسمع صوت الرأي العام العالمي والمؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وأمينها العام يدين جميعا هذه الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ والبيوت في قطاع غزة والتي هي جرائم حرب موصوفة وجرائم ضد الإنسانية مستمرة لم تتوقف سواء بالحصار أو في قصف البيوت أو قتل المدنيين أو عمليات الاغتيال الجباني بل عمليات الغدر الجباني التي تتفاخر بها حكومة نتنياهو وأركانه وكأنهم حققوا ما هو مستحيل في عمليات غدر معروفة لدى الجميع ولكل الدول سيد الأعرج من ناحية قانونية هل يحق لإسرائيل كقوة احتلال أن تمارس سياسة الاغتيالات بحق قيادات فلسطينية؟ أبدا لا في القانون الدولي ولا في القانون الدولي الإنساني ولا في كل الشرائع السماوي والأرضي أن تقدم على قتل إنسان دون محاكمة عادلة هذه جريمة يلاحق عليها القانون الدولي والقضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ولو كان هناك تصرفا مسؤولا ومسؤولية حقيقية من قبل المحكمة الجنائية الدولية وبدأت في عملية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين السياسيين والعسكريين وكل الشركاء في قتل المواطنين الفلسطينيين لكانت توقفت هذه الجرائم لأن هؤلاء كانوا لن يستطيعوا التحرك أو السفر من بلد إلى آخر وكانت هناك محاولات في أوقات سابقة من قبل القضاء الوطني في العديد من الدول كبريطانيا وإسبانيا وغيرهما ولكن تراجع هذا القضاء الوطني تحت ضغط اللوب الصهيوني وتحت ضغط الإدارات الأمريكية المتعاقبة وبقي هؤلاء المجرمون مجرمون الحرب طلقاء ويكرر هذه الجرائم بالإعدامات الميدانية اليومية في الضفة الفلسطينية وبالإعدامات الجماعية كما العقاب الجماعي في قطاع غزي للمرة السادسة على التواد إذن جرائم حرب موصوفة إسرائيل من خلال هذا التصعيد تخالف القانون الدولي الإنساني القوانين والتشريعات الدولية التي تنظم وتدعو لحماية المدنيين أينما تواجدوا اليوم هناك مشهد في قطاع غزة متصاعد مسؤولية من اليوم كشف بداية هذه الجرائم الموصوفة التي تتحدث عنها وتوثيقها والتقدم بها إلى المحاكم الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية واجب الأمم المتحدة أولا وأمينها العام واجب مجلس الأمن الذي من صلاحياته عندما يكون هناك جرائم حرب أن يتخذ قرارات بهذا الشأن ويطلب من المحكمة الجنائية أن تباشر فورا في عملية التحقيق والملاحقة وهذا ما حصل في الكثير من الأمثلة ولكن إسرائيل ليست أحد هذه الدول التي تم ملاحقتها وذلك لأسباب سياسية مرتبطة بالهيمنة الأمريكية ثم هذا واجب المحكمة الجنائية الدولية أيضا التي من صلاحياتها عندما تلحظ من خلال رقبتها على أن هناك شبه جرائم حرب تقوم بها أي جهة في هذا العالم وهذا مثاقها ونظام عملها الداخلي أن تلاحق وتحقق في شبه جرائم الحرب هذه والأنكى أن هذه المحكمة قد قررت بنفسها فتح تحقيق تمهيدي بشبهة وجود جرائم حرب إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 67 بما في ذلك القدس وما زال الضحايا والشهداء وما زال الشعب الفلسطيني ينتظر أن تقوم هذه المحكمة التي تسير ببطء قاتل دون أن تحرك ساكنا أيضا الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جينيف في البند الأول والماد الأولى من هذه الاتفاقيات الأربع تطلب دائما من أعضائها أن يتحركوا عندما يكون هناك انتهاكات لهذه الاتفاقيات والتي إسرائيل عضوا في هذه الاتفاقيات لذلك هي الأخرى تتحمل مسؤولية في ضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وإدانة جرائم الحرب التي تكون بها دولة الاحتلال واضح ومحاسبتها على ذلك عندما يجمع المجتمع الدولي في كل هذه الإدانات من كل هذه العنوين الدولي الهام تمام أمام الرأي العام الدولي الذي هو يقف إلى جانب النضال الوطني الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر